حياكم الله ومشاهدين الكرام في حديث العراق حلقة هذا اليوم ستكون مع سفير جمهورية روسيا الاتحادية في بغداد السيد البروس كوترا الشاف حياك لسعادة السفير أهلا بسعادة خلينا نبدأ من العلاقات الثنائية بين العراق وروسيا ودائما تتحدثون في مؤتمراتكم الصحفية الطرف بين العراق وروسيا عن رغبة في تطوير العلاقات لكن من الناحية العملية هل وصلتم إلى علاقات مثالية بين الطرفين؟ طبعا لم نصل لأنه قدرات علاقاتنا وقدرات لتطوير علاقاتنا أكبر بكثير مما هو نحن الآن فيه فبهذا السدد لازم نبذل جهود إدافية لنصل إلى مستوى فعلا مثالي ونموذجي من العلاقات الثنائية بس في نفس الوقت يعني تعليقا على سؤالك في بعض المجالات فعلا وصلنا إلى علاقات مثالية مثلا في أي مجال؟ قبل كل شيء علاقة شعبية اجتماعية يعني هذا الموضوع أحيانا يتم تقليل أهميته بس هذا أهم شيء هذا قايدة للعلاقات يعني مهما كانت الحكومات والأنزمة فعلاقات بين الشعبين الروسي والعراقي فعلا قوية فهي فعلا تأريخية يعني هناك مشاعر التعاطف متبادلة قوية جدا بين الترفين فعلى هذا الأساس نبني علاقات بيننا في مجالات أخرى فهي مجال سياسي اقتصادي عسكري ثقافي وغيره بس القايدة أنه الشعب الروسي يحب ويحترم شعب إراقي والشعب إراقي يحب ويحترم شعب روسي لكن صار من القطاع على فترة طويلة من الزمن يعني معروف للكل أنه طبيعة العلاقات بين الشعبين الشعب الروسي والشعب العراقي وحتى ثقافة نوعا ما متقاربة بين الطرفين هناك مشتركات كثيرة على مدى التاريخ لكن صار من القطاع بسبب الأوضاع الأمنية بسبب الحروب بسبب كذا ما صرنا نشوف روس في العراق يعني إلا قليل وموجودين بعض العراقيين في روسيا أحمد أنا لا أتفق معك يعني أول شيء ما كان انقطاع لا تتفق معي أول شيء ما كان انقطاع أنا لا أتحدث عن المستوى الرسمي ساعة السفير وأنا أحكي عن رسمي وغير رسمي ما كان بيننا أبدا انقطاع في العلاقات على الأقل منذ سبب وخمسين يعني علاقاتنا كانت مستمرة يعني هي طبعا عاشت فترات من سعود وشوي غبوط وكان هذا كان لظروف عاشها العراق وعاشتها روسيا وقبلها الاتحاد السوفيتي هاي أمور تبعي بس انقطاع ما كان أبدا لا أنا أتحدث بسبب الأوضاع الأمنية التي مرت هذا أولا وثانيا إذا نحكي عن موضوع مثلا تواجد قليل للروس في فترات معنية وأعتقد أنه الشعب العراقي صار تعبان من تواجد بعض الأجانب على أرضه بشكل مكثف وغير مرحب به وخاصة في بعض الفترات فمن هذه الناحية يعني لا نوعا أنا إحنا الشعب العراقي نرحب نرحب بكم كضيوف لكن لا نرحب بآخرين أو بأي شعب آخر بطريقة أخرى بطريقة احتلال أو بطريقة تدخل في شؤون الداخلي هذا هو الشيء لكننا نتحدث عن ضيوف أنتم ضيوف خفيفين الظل في العراق نحن سيدي كانت دائما موجودين في العراق قبل كل شيء كتواجد دبلوماسي يعني هو لم ينقطع حتى في أخطر الفترات وحلال الحروب وخلال مخاطر من منظمات إرهابية الروس كانت موجودين كدبلوماسيين زايد كخبراء ورجال الأعمال نحن مثلا بعد انتهاء الأعمال العسكرية عام 2003 بمبادرة من روسيا عاد إلى العراق أكثر من ألف خبير روسي فورا فبشروا بمشاريع هنا في العراق في اليوسفية وخارتة حسب ذكرياتي فما غادروا العراق إلا بعد غجبات مباشرة عليهم من قبل الجماعة الإرهابية فهذا كان إجلاء وإجلاء مدعوم من قبل الدولة العراقية والشعب العراقي لأنه لا يريد أن يموت الروس في العراق وبعد ذلك بعد فترة قصيرة جدا أدنا مرة أخرى مع الخبراء مع الاستثمارات في مجال النفطي ونحن أكبر مستثمر أجنبي في مجال النفط والغاز في العراق والنفط الغاز في العراق هذا أهم قطاع باقتصاد العراقي قطاع حيوي ومحوري فمن هنا لا يمكن نحكي عن انقطاع أبدا يعني يمكن نحكي عن صعود وغبوط يعني بس هذا الشيء طبيعي لأنه مو كل شيء يعتمد على رغبتنا هناك ظروف وظروف أحيانا تفرض نفسها علينا لكن زي ما قلت لك في البداية مع وجود قايدة قايدة من علاقات بين الشعبين فعلا علاقات بين الشعبين فعلى هذه القايدة يمكن أن نبني أي شيء نريده يعني على عكس الآخرين تشعرون بأنه أنتم مرحب بكم في العراق أم لا؟ نحن في بيئة جدا ودية لنا في كل العراق من جنوب إلى الشمال يعني لا يجد عندنا خصوم في العراق بين العراقيين فحتى إذا كانت مثلا بعض الأطراف العراقية يعني يعني تعيش حالة النزاعات فيما بينهم فروس أصدقاء للجميع فنحن نتحاور مع الجميع يعني لا يجد عندنا أي إشكالية لا من قبل قيادة ولا من قبل الشعب ولا من قبل الشعب العراق فأي روسي في أي مكان في العراق يستطيع أن يقول عني أنا روسي فلا يعني يتلقى إلا الترحيب وهذا الشيء مهم هذا نتيجة جهودنا وسياساتنا وأملنا في العراق ومع العراق خلال الأقود الماضية أين تضع روسيا على المستوى الرسمي العراق في قائمة علاقاتها الخارجية؟ هل هو صديق؟ شريك؟ أم هناك تعريف آخر؟ يعني الآن في الظروف الجديدة روسيا تقسم العالم إلى دول صديقة وغير صديقة فطبعاً عراق في معسكر دول صديقة بلا شك يعني هذا التسنيف العام لكن إذا نحكي بشكل خاص فبالنسبة لنا عراق من أولويات سياستنا في منطقة الشرق الأوسط يعني هذه المنطقة منطقة حيوية لروسيا وعلى رأسها من ناحية أمنية يعني أنت تفضلت بذكر مواضيع الأمنية فهي تفرض نفسها علينا من حين لآخر يعني نحن ننظر للشرق الأوسط كمنطقة مجاورة لنا فأي شيء يهدد أمن المنطقة يهدد أمن روسيا والأكس كذلك نحن عشنا يعني ويلات مشتركة أكثر من مرة فنفهم بشكل جيد أنه استقرار هذا المنطقة مهم لأمن روسيا يعني كيف يأثر عليكم بأي طريقة والأراق يلأ بدور محوري في هذه المنطقة يعني على سبيل المثال عندما كانت كان الوضع يعني حالة عندما كانت حالة عدم استقرار في جنوب روسيا وكانت حروب الشيشانية أولى وثانية والمرحلة بين الحربين مع انتشار الفكر الوهابي والفكر التطرفي والأنشطة إرهابية بلا حدود يعني كانت مقاتلين من الشرق الأوسط يأتون إلى روسيا لاندمام أو لقيادة جماعة مصلحة هناك هذا كان فعلا مشكلة كبيرة حتى كان في أفغانستان أيضا يعني أفغانستان قبله بعدين جربت روسيا مجيء الأرب فأرب كانت مشكلة كانت مشكلة كبيرة من ناحية أمنية بعدين بعد معالجة هذه المشكلة عندما اندلعت حرب داعش في سوريا والعراق نحن رأينا الأكس نحن رأينا سيل من مقاتلين متطرفين الروس اللي توجهوا إلى كل من سوريا والعراق من أجل اندمام إلى داعش والنصرة وغيرهما من منظمات إرهابية ومن أجل التقريب وتدمير حياة السكان السلميين العرب فهذا يعني نحن مرتبطين بعضنا مع البعض من ناحية أمنية ومن ناحية إيديولوجية والدينية وكل شيء فلذلك بالنسبة لنا الشرق الأوسط منطقة مهمة تمام بسعد سفير ذكرت حضرتك نحن هنا يعني كما ترى لا نبحث أمور اقتصادية نافط غاز طرق تنمية غيرها هذه الأمور كمان مهمة بس نبدأ من موضوع له أهمية دائمة وأهمية حيوية هذا أمن الأمن والاستقرار ومن ثم لكن ذكرت حضرتك للرهابيين الروس الذين شاركوا في عمليات إرهابية في سوريا والعراق فيما يتعلق بالعراق كم عدد الموجودين في السجون الآن من الذين يحملون الجنسية الروسية وكيف تتعامل روسيا مع الإرهابيين والروس سواء في مخيمات خارج العراق بقى عدد من أطفالهم أو في الداخل هل هناك سجناء؟ يعني في العراق تقريبا أقل من ستين سجين روسية أقل من ستين؟ هم إرهاب؟ هم بتغم يعني تقديم الدعم للإرهاب أو مثلك أنا ما بعرف المصطلحات العربية بهذا السدد يعني السجنات من زوجات المقاتلة زوجات زوجاتهم الستين شخص يعني هم أنا قل من ستين كانوا شوي أكثر من ستين هم كلهم نساء؟ نساء نساء سجينات يعني هم أزواج الإرهابيين فقط نعم لأنه إرهابي كإرهابي يتم إعدامه أما من يقدم أون للإرهابي يحاكم فيسجن يعني تقصد وفق القانون العراقي أما وفق القانون العراقي عدنا بالمناسبة إجراءات قانونية مشابهة في روسيا بس هنا نحكي عن قانون عراقي أما الأطفال فبقرار من رئيس بوتين نحن جمعنا كل أطفال الروس من العراق والسورية اللي تم أثور عليهم ونقلناهم إلى روسيا واصلمناهم إلى ذويهم من الأوائل هذا كانت عملية دخمة جدا بمشاركة تقريبا كافة مؤسسات الدولة الأمنية والاقتصادية والمالية وحتى وزارة الدفاع شاركت والمؤسسات الأغلية مؤسسات خاصة بحالات اجتماعية لأنه تقريبا كل الأطفال بدون وصائق وكان علينا جمع دمهم لقيام تحليل ديني وأنشان نتأكد أنهم عندهم أقرباء في روسيا وبعد ذلك الجهات القدائية أصدرت قرارات بمنح الجنسية للأطفال يعني عملية لو ما كانت تحت إشراف الرئيس الروسي اللي طولت لأنه كانت بيروقراطية جدا بس بتوجيه منه تم تشكيل لجنة خاصة شملت كل المسؤولين المطلوبين فماشاء الله نجاحنا أخذنا من العراق إلى روسيا تقريبا 200 طفل من العراق واحده من سوريا بوجبات من سجون السورية ومن مخيمات تم عودت إلى روسيا عدة مئات أنا ما أتذكر الآن عندما أنا شركت في العملية وصل عددهم إلى 400 تقريبا هذا كان قبيل عام 20 بعد ذلك كمان تم نقل وجبات من أطفال يعني عدنا مبدأ أن أطفال معدهم أي ذنب الطفل بريء فلازم يعيش في ظروف عادية فإذا لا نستطيع لحد الآن بعد يعني لا نستطيع بعض عوضة أمهاتهم فلازم أن تعوض الأطفال فهناك أقاربهم في انتظارهم يعني كلهم أيتام يعني مش أيتام عادة ماكوا بابا ماكوا لأنه بابا قتل في القتال وماما إما في المخيم إما في سجن هو هذا اليتيم باللغة العربية آه يتيم يعني أرفت عدنا يتيم عندما ماكوا لا بابا ولا ماما هي هيك نقول بالروسي يتيم فآخر مرة أنا نقل طفلة من العراق اسمها براء ست سنين ماما سورية بابا روسي بابا قتل في القتال كان داعشي يعني أجرينا كل الإجرات اللي أشرت إليها تأكدنا من عندها وصول روسية فأنا خلال توجيهي خلال توجيهي إلى روسيا في إطار ترتيب زيارة دولة الرئيسي لموسكو أخذت معي الطفلة وصلمت صلمتها إلى جدتها بمطار موسكو بساعة سفيرة يعني أطلب منك تفسير يعني أو ربما تحليل ربما نتجاوز الوظيفة الدبلوماسية هنا يعني الآن غزة تمر بجرائم يومية لكن لماذا لم نشاهد أنه هذا الشحذ لاستقبال الإرهابيين من روسيا ومن كافة الدول العالم باتجاه العراق وسوريا لكن لم نشاهد هذا الشحذ باتجاه غزة هل يمكن أن يحصل في وقت ما أو لماذا لا يحصل خلينا أخذ فاصل وأرجع لحضرتك مشاهدين الكرام فاصل وأعود إليكم من جديد أحييكم مشاهدي الكرام ساعة سفير قبل الفاصل سألت حضرتك أنه هل من الممكن أن الحافز الذي جعل إرهابيين من روسيا ومن غير روسيا أن يأتون إلى العراق وسوريا من أجل الجهاد ممكن أن يكون هذا الحافز موجود للجهاد في غزة للوضع مختلف تماما طبعا وضع مختلف تماما لأن المنظمات الإرهابية العالمية تستخدف المسلمين والشعوب الإسلامية ولا تستخدف أعداء الأمة الإسلامية فليش يوجهون أو يركزون على إنقاذ غزة يعني معروف أنه لا داعش ولا نصر ولا غيرهم استخدفوا مصالح أمريكية أو مصالح إسرائيلية بالمنطقة بس قاموا بجرائم بشعة ضد الإنسانية فيما يخص بتعاملهم مع السكان السلميين ماذا يعني هذا؟ وعلى رأسهم سنة ماذا يعني هذا؟ هذا يعني أنه من يوجه أو يدير الإرهاب العالمي لا يستخدف إسرائيل ولا يستخدف حلفاه من يدير الإرهاب العالمي؟ هذا أنا عندي وجهة نظر بهذا الخصوص بس بعد تآقدي أم إقالتي أم إستقالتي سنحكي عن هذا آها يعني الآن ما عندي حق في هذا يعني وجهة نظر له معلومات؟ وجهة نظر مبنية على المعلومات على معلومات أن هناك من يدير شيء اسم الإرهاب العالمي ايه طبعا طبعا يعني منظمات الإرهابية سيدي هي لا تأتي من فداء ولا تستند إلى الشيء فاضي الإرهاب بشكل عام هو إذا نحكي عن مؤسسات إرهابية كبيرة وقوية والتي تشتغل خلال أمد طويل هي عادة آلية ووصيلة بيد الجهات الاستغبراتية والمخبراتية الجنبية هاي بالإنجليزي يسمى outsourcing إذا عندما تحاول أن تفغم شو تريد المنظمة وشو تقصد أو شو تستخدف هذه المنظمة أو ذاك لازم تنظر في نشاتها فمن يعاني من نشاتها فعلا ومن يستفيد من نشاتها ممكن أن يرخص هذا الرأي بأنه هناك من يدير الإرهاب العالمي باتجاه قتل المسلمين فقط والمستفيد من قتل المسلمين هو إسرائيل وأمريكا هاي كفكرة جيدة كفكرة جيدة وليس أمريكا وإسرائيل فقط هناك بعض الدول الأخرى كمان مستفيدة بس أنا قصتي أنه نحن في روسيا اتحادية نعرف هذا الشيء جيدا لأنه نحن كنا دحايا لهذه الهجمات أكثر من مرة نحن نعرفهم جيدا نعرف جذورهم لأنه قتلناهم أكثر من مرة فتم قبض عليهم أكثر من مرة لقدنا خبرة كبيرة في معالجة تمام هذا يجرني إلى سؤال حقيقة يعني من ثم أدخل إلى موضوع غزة وما يجري الآن واحتماليات الحرب الشاملة والتفاصيل الأخرى لكن يجرني إلى سؤال حقيقة يعني أتمنى أن أعرف السر من وراها أنه روسيا من الدول التي حاربت الإرهاب في سوريا وساعدت السوريين في قمع الإرهاب ونوعا ما إلى الاستقرار الموجود حاليا في سوريا لكن الضربات الإسرائيلية المتكررة على روسيا على سوريا حاليا لم تساعد روسيا في أن توقف هذه الضربات ولم تتدخل في هذا الموضوع روسيا موجودة في سوريا والسوريا تتعرض إلى قصف يومي تقريبا من إسرائيل لماذا لا تدخل روسيا في حماية سوريا من إسرائيل عن طريق إسقاط طائرات إسرائيلية ربما بأي طريقة تعرفونها حضراتكم سيدي من يريد إنقاذ سوريا من إسرائيل ينتلق من إنقاذ سوريا كدولة إنقاذ سوريا كمجتمع كشعب لازم يتعامل مع الكل تحديات بواقعية وبأقلانية فليس في مصلحة سوريا أن تصبح مسرح لتصفية حسابات بين الدول أو للإقتطال بين الدول هذا مؤكد فنحن أعطينا لسوريا كل ما نستطيع فسوريا مشكورة لنا فهذا السؤال إن تتفضلت بوضعه الإعلامي السوري لا يسأله لأنه يعرف خصوصية وضعه في سوريا فلماذا أحسن تجنب إسقاط طائرات أجدبية حتى لو كانت تستغذف بعض المناطق نحن طبعا ندين بشدة أي هجمات على سوريا مما كان مصدرها فنطلب ونحاول إيجاد الحل للموضوع بس في نفس الوقت نحن لا نريد اندلاء حرب حول سوريا وخاصة حرب إقليمية وسوريا هي أول من تعرف قبلنا أنه ليست في مصلحتها اندلاء أي نوع من حرب بينه وبين إسرائيل لكن إسرائيل بين فترة وفترة تهاجم سوريا بشكل علني آخرها ضربات المطار وما بعدها تهاجم وكل مرة تدعي أنه تهاجم لا سوريا بس مسالح إيرانية هناك إذن هذا الموضوع ليس شي بسيط فأنا يعني مش مخاول لدخول في تفاصيله أنا بعرف التفاصيل أكثر من التفاصيل فنحن نتعامل في الأرض سورية مع جهات كثيرة كأمر الواقع مثلا نحن نتعامل مع الأمريكان في سوريا من أجل دمان استقرار في مناطق معانية سورية في نفس الوقت نحن لا نعترف بشرعية تواجد أمريكي على أرض سورية ونسنفه كاحتلال فنحكي عن احتلال أمريكي لشمال الشرق السورية ولمنطقة التنف ما الفرق بين وجودكم والوجود الأمريكي بالتالي قوتين أجنبيتين في دولة أخرى الفرق مثل فرق بين ديفك الذي دخل إلى بيتك بدعوة من عندك وبين الله الذي دخل إلى بيتك بقوة عن طريق الشباك أنتم بدعوة من الحكومة وهم لصوص دخلوا إلى هذا أكيد لصوص سمعت لك تصريح شفت واحد من تصريحاتك تقول أنه سبب عدم استقرار العراق إذا كان دقيق هذا الكلام هو الأمريكان صحيح هذا الكلام؟ ليس الأمريكان فقط بس الأمريكان يلعبون دور مهم في عدم استقرار العراق وهل يلعبون الأمريكان دور في عدم تقوية العلاقات أكثر بين روسيا والإراق؟ وهذا كذلك في نفس الوقت أنا لا أدعو إلى انسحاب أمريكي فوري بلا شروط وبعجل من العراق من العراق لأنه نحن شاهدنا نتائج مثل هذا الانسحاب غير مسؤول من أفغانستان مثلا فبهذا الخصوص طالما أمريكان موجودين هنا خلال أقود يعني هم بدأوا جزء من توازنات داخلية في هذا البلد فلازم أن ينسحبوا دون السماح بوقوع كيف نقول بالحربي أضرار ذاكيوم من ناحية أمنية يعني فراغ 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 نعم لأنه فراغ يؤدي إلى فوضى لكن مبدئيا نحن نقول أنه طبعا هناك لأمريكان جزئيا دور إيجابي فالحكومة إراقية تتحدث عنه أنه تتعاون وياهم في أمور الأمنية وتدريب الكوادر وإلى آخره فنحن نحترم وجهة نظر الحكومة الإراقية ولا نجادل مع وجهة نظر الحكومة الإراقية أنا معتمد للحكومة إراقية بس وجهة نظري أنه بدون أمريكان إذا كان الإراقي هو مسؤول على كل أمور في بلده إذا كان أحسن لها تمام كيف يأثرون عليكم في طبيعة العلاقات بينكم وبين العراق بين روسيا وبين العراق أيضا على مستوى التسليح كنا نتوقع أنه يكون تسليح للجيش العراقي روسي مثل ما كانت تسليح الجيش العراقي منذ زمن طويل كان روسي ويعتمد على روسيا أيام الاتحاد السوفيتي ما هو الدور الذي مارسونا الأمريكان لمنع تطوير العلاقات بين روسيا والعراق؟ هم منذ 2003 يحاولون التخريب هذه العلاقات أو على الأقل تعقيدها فنحن متعودين مع هذا المنهج أمريكي يعني ماكو شيء جديد بهذا السدو ماكو مشكلة كبيرة لأنه زي ما قلت لك عندنا ما شاء الله قاعدة متينة فيما يخص بعلاقات مع العراقيين وإذا كان عندك هيك العلاقات بيها التعاطف متبادل والثقة فتستطيع أن تتجاوز كل المشاكل يعني أمريكان شيء بسيط في هذه المعادلة الأمريكان شيء بسيط شيء مؤقت وبسيط يعني فبهذا الخصوص طبعا أمريكان وخاصة في الأونة الأخيرة يحاولون تعقيد تطوير علاقاتنا عن طريق فرد أقوبات مشددة على نشاط أي نشاط روسي بأموم العالم ليس في العراق فقط وهناك تحديات كبيرة للعراقيين في التعامل مع الروس بس رغبة مشتركة موجودة ونتجاوز هذه التحديات في موضوع تسليح يعني مثال كتير جيد أمريكان احتلوا العراق في عام 2003 وصاروا مسيطرين لمدة طويل جدا أنا لا أريد تحديده لإعتبارات سياسية لأنه حتى بعد إعلان نهاية احتلالهم يعني صاروا يتصرفون كقوة محتلة في العراق لمدة طويلة وأنتم تعرفون ذلك فكانوا يريدون تبديل سلاح سوفيتي روسي كل لغبة سلاح غربي في العراق وفشله ولحد الآن جزء أكبر من سلاح عراق هو سلاح سوفيتي روسي بل أهم من ذلك أنه نتيجة خبراتهم في التعامل مع الأمريكان في مجال التصليح الإراقيون يفضلون سلاح روسي والشركات روسية لكن مثلا منظومة الدفاع الجوي منظومات أخرى ما حصل عليها العراق من روسيا هل هو سبب أنه في روسيا في العراق لو في تدخل الأمريكي بالموضوع يعني هناك كل شيء مثلا خلينا نفصلها إذا أمكن ساعة السفير يعني أولا سيدي هذا الموضوع موضوع حساس تخص أسرار الدولة طبع العراق وروسية فإذا لا ندخل بالتفاصيل بس المهم أنه نحن جاهزين لتوريد كل أنواع السلاح والخدمات للعراقيين في مجال عسكري والأمني يعني العراقي من جهته يريد بس ليس كل شيء بيده للأسف الشديد والوضع خاص للعراق في التعامل مع الأمريكي المعروف لكم ما عندي ما يكو داعي لأدخل في التفاصيل يعني هناك رغبة عراقية باستحصار السلاح وهناك جهوزية لدى سوريا الروسيا لكن هناك حلقة مفقودة بين الطرفين إما يعني يمكن أن نعزوها بالتدخل الأمريكي الذي يمنع استيراد السلاح من هكذا استنتجنا أمريكان قدر الاستتاع يؤقدون هذه الأشياء هم لا يستطيعون أن يمنعوها يعني ما عندهم حق الفيتو خاصة في ذل الحكومة الحالية هي حكومة كثير قوية لكن في استتاعهم تعقيد الأمور والتغديد والابتزاز فإنت كمواطن عراقي تعرف يعني شو سبب غبوط الأملة العراقية بأي طريقة يحددون ويبتزون يبتزون؟ يبتزون الأمريكان يبتزون؟ طبعا هذه ممارسات ممارسة عادية للأمريكان كيف؟ في مجال سياسي هم يعرفون نقط ضعف في كل دولة فيضغطون على هذه النقط مثلا؟ أنت تسألني كأنك لا تعرف سعد سفير إذا أنت صاحب خبرة الجمهورة العراقية لا لا أنا أسألك لأنه لا أعرف أسألك لأنه وظيفتي أن أسألك وظيفتي استحصال المعلومات من زدرت أهلا مساء بأي طريقة ممكن يكون يعني ابتزاز دولة لدولة ثانية أشخاص لأشخاص نعرفها لكن دولة لدولة ما نعرف كيف يعني المعروف أنه العراق لغو ودء خاص مع أمريكا في مجال مالي وهذا هو طريق الابتزاز وهذا الآن سلاح بيد أمريكا ضد العراق وضد بعض المسؤولين في العراق بما في ذلك فيما يخص بأعلاقات إراقية مستقلة مع بعض الدول الجيران مثلا ومع روسيا فهذا ابتزاز معروف ابتزاز بالتالي منع العراق من أي تعاطي مع روسيا ومع غيرها من الدول الصديقة بس زي ما قلت لك أمريكا ليس لها حق النقد لأنه أول شيء عراق مستقل سياسيا ومهم أنه بروحه مستقل ومهم كذلك أنه هنا مكل شيء بيد أمريكا ومهم كذلك أنه آدم استقرار العراق ليس في مصلحة أمريكا فلذلك هم لا يتجوزون خطوط الحمراء حتى فيما يخص بضغطاتهم أو ابتزازهم لكن الأمريكان استطاعوا أن يضغطوا على السياسيين العراقيين وصوتوا في مرة على ما أعتقد ضد روسيا في المم المتحدة أحيانا يحدث هذا الشيء نحن ننظر فيها كأشيء بسيط القرار يعود للقيادة العراقية نحن عندما نحتاج الدعم عراقي خلال التصويت في الأمم المتحدة نطلب هذا الدعم وفي غالبية الأمور نحصل لهذا الدعم يعني العراق إما يسوت لسالح روسيا إما يمتنع عن تصويت في تلك الحالات التي عدم التصويت فيها يعني دعم لنا طبعا بساعة السفير ما هو الموقف الروسي من الحرب على غزة موقف الآن على مستوى وسائل الإعلام ربما هو واضح لكن التطورات تزداد يوم بعد الآخر وهناك احتمالات لحرب شاملة كثير من التفاصيل المتعلقة بهذا الموضوع أرغب أن أسمعها من جنابكم الكريم لكن بعد أن أأخذ هذا الفاصل فاصل وأعود إليكم مشاهدين الكلام موسيقى اشتركوا في القناة روسيا الاتحادية في بغداد سعد السفير قبل الفاصل سألتك عن موقف روسيا من الحرب على غزة موقفنا معروف نحن ندين هذه الحرب ونطلب وقفه وقف اطلاق النار دخول المساعدات الانسانية يعادة اعمار يعني نرفض اي محاولات لتهجير الفلسطينيين من غزة الى اي مكان اخر يعني فنطلب اوضع الى مبدأ حل الدولتين ويعادة اطلاق اعملية تسوية بين فلسطين واسرائيل فهنا ندع المسئولية الرئيسية طبعا مسئولية اسرائيل واضحة فلا يوجد يعني ماكو داعي للحديث عنها مسئولية عن ماذا؟ هنا المهم المسئولية على الجرائم والتدمير والهجوم على الشعب الفلسطيني هناك بس من ناحية السياسية ومن ناحية من منطق امر الواقع ندع مسئولية اكبر على الامريكان ومن يقف معهم من دول غربية فبسبب موقفي متعنت فشل مجلس سلمان في محاولة في اكثر من محاولة لاستعار قرار بسدد هذا الاحداث نحن نعرف بالتفاصيل ما صار في مجلس سلمان عندما استخدمت امريكا وخلفاؤها بريطانيا ومثلهم استخدموا فيتو ضد مشروعين روسيين فقط بسبب انه هذه المشروعين ما كان بيها ادانة حماس وما كان بيها وكان بيها طلب وقف اطلاق النار يعني الغرب شو يريد من من قرار مجلس سلمان الغرب يريد ادانة حماس وادانة حزب الله وادم فرد وقف اطلاق النار على اسرائيل هم يتحدثون عن يعني عدنة انسانية يعني معناه وقف اطلاق النار لمد بسيط جدا كوقف اطلاق النار دائم نعم مؤقتة وقصيرة وليست ملزمة اما نحن نطلب وقف اطلاق النار وقف اعمال قتالية فكل ما نطلب نواجه معارضة من قبل واشنغتون ولندن بشدة لكن واشنغتون تتحدث عن سعيها لإيقاف الحرب نعم بس هم يريدون إيقاف الحرب عن طريق تدمير حماس بعد تدمير والاجتثاثه من غزة وبعد ذلك يريدون إقامة السلام بالمكان يعني لا نية لهم لإيقاف الحرب في الوقت الحاضر لا لا يريدون بس بالعكس هم يرسلون السلاح والذخيرة إلى إسرائيل زائد أرسلوا يعني أسطولهم إلى شواطئ فلسطينية فهذا رسالة إلى كل جهة خارجية تحاول أن تتدخل مثلا لحماية غزة أعتقد هاي رسالة إلى حزب الله وإلى إيران أنه في حال تدخلكم هاي كفكرة لأنه أنا ما شايف أي رسالة أخرى من إرسال حاملات الطائرات المغواصات إلى الشرق بحر الأبيض المتوسط ما فيها رسال لكم للروس للروس نحن لأنه هدد إسرائيل ليش رسال الإلما نحن لا نهدد حدا نحن فقط نطلب من المجلس الأمن أن يعني ينفذ مسؤوليته وواجبه لكن إسرائيل دعمت أوكرانيا في الحرب في الحرب الروسية الأوكرانية وقدمت لها السلاح نعم يعني ما سر الموقف يعني أنه أنتم لا تهددون روسيا لكن الإسرائيل لكن إسرائيل تدعم أعداءكم في الوقت الحاضر يعني روسيا ليس له منهج تهديد حدا فنحن لا نهدد حتى تلك الدول التي أرسلت السلاح ومرتزقة تابعين لهم إلى أوكرانيا نحن لا نهدد حتى تلك الدول هذا يعني منطق روسي مختلف عن منطق الآخرين نحن ندافع عن أنفسنا بس بطريقة عقلية فلوها التهديد ليس لوتنا تمام لو حدثت الحرب الشام المهم أنه الروسية إذا قالت شيء يتنفذ تمام فلذلك نحن لا نحكي كثير لا نفرض على أنفسنا كثير تمام لو حدثت الحرب الشام مثل ما يتوقعونها الآن والأساطير البحرية وكذا والتفاصيل اللي ذكرتها حضرتك قبل قليل أين ستكون روسيا من هذه الحرب نحن كثير خايفين من اندلاع حرب شاملة المنطقة في هذه المنطقة أو أوسع منه طبعا يعني طالما نحن نأمل أنه مثل هذه الحروب لن تندلع بالمستقبل نأمل في ذلك بشدة ما عدنا السيناريوهات واضحة بهذا السدد بس إذا طلب الأمر يعني نستطيع أن نرد على أي تهديد أم هجوم أن قوة كافية تهديد أو هجوم على من؟ على روسيا على روسيا لا أنا أتحدث عن حرب شاملة ممكن تكون في المنطقة في منطقتنا الآن هنا ما هي طبيعة تدخل روسيا سيكون بأي طريقة؟ أنا أكرر أنه نحن نعمل أدم وقوء حرب في المنطقة وكما يبدو لا يوجد هناك فرص كبيرة ليندلع الحرب بالمنطقة أنا بصراحة أنا أحكي معك بصراحة لا لا عذرا أنا لا أصدق أنه روسيا لا تعرف الاتجاهات القادمة يعني روسيا عندها إمكانيات عالية جدا وبإمكانها أن تستشرف المستقبل في كثير من المعطيات ولديها الخيارات أيضا التي تضاحها قبل حدوث كل شيء من المفترض أن يكون هكذا فهل أن روسيا لحد الآن لم تضع في خياراتها في حال اندلاع حرب في هذه المنطقة؟ كيف سيكون دورها في المستقبل؟ هل سيكون محايد؟ هل سيكون محور ضد محور آخر؟ أم سيكون مثلا خارج هذه المعادلة؟ نحن قبل كل شيء ندعو إلى دبط النفس والصبر وندعو كل الأطراف فزي ما قلت هذا النقطة مهمة نحن لا نؤمن بأنه هناك فرص كبيرة لإشتعال المنطقة حتى أخذا بعين الاعتبار ماذا يحدث الآن حول غزة يعني السبب هذا موضوع آخر خلينا نتركه بس الآن نحن لا نرى أنه هناك تسعيد من قبل أي جهة في المنطقة يعني باستثناء تسعيد إسرائيلي على غزة يعني باقي الأطراف وهي أطراف عديدة تمتني عن تسعيد فتقتصر بخطوات لا أريد أن أقول أنها خطوات بسيطة بسيطة ليست خطوات خطيرة جدا يعني إطلاق السواريخ تجاه إسرائيل مثلا من اليمن هذا لا يشتعل المنطقة لا يشتعل المنطقة لا يشتعل مثلا حتى ما يحدث في جنوب لبنان من المواجهات هي مواجهات طبعا هي لو أدنا إلى السنة سنتين كانت هي مواجهات خطيرة جدا يعني بس بالمقارنة مع ما يحدث في غزة هي مواجهات في حدود معقولة فنفس الشيء نرى من كافة القوى بالمنطقة فبهذا السدد يعني عدنا أمل أنه الأحداث أو تطور الأحداث لن يخرج من نطاق السيطرة لكن كأنكم تنتظرون الأمريكان يتورطون في حرب في هذه المنطقة يعني أمريكان متورطين في أكثر من حرب فلذلك يدفعون الفاتورة فوضعهم حرجة الآن فنفوذ أمريكي يتراجع في المنطقة في هذه المنطقة بالذات رغم أنه عندهم قواعد عندهم تواجد عندهم فرص للضغط والتهديد والابتزاز بس نفوذ أمريكي يتراجع ويتراجع باستمرار فالآن نحكي أنه هناك مثلا زيادة دور صيني في المنطقة يعني الصين لم نسمع أنها في الشرق الأوسط كلاعب سياسي أبدا يعني لم نسمع في الماضي عنها هي كانت لعب اقتصادي استثماري بس كلاعب سياسي ما كانت الآن صين تلعب يعني دور سياسي ودور سياسي بدنا وهذا يعني تراجع الدور الأمريكي في المنطقة تطبيع بين إيران والسعودية هذا يعني دربة قوية مهينة لكل استراتيجية أمريكية خلال الأقود في هذه المنطقة فهذا حصل نتيجة جهود بالمناسبة إراقية زايد صينية يعني نحن ما كان لكم دور في الموضوع؟ أحنا لو كان دور بسيط يعني هذا دور إراقي والسيني طبعا سيدي هنا مهم أنه روسيا في كل اتصالاتها مع دول الخليج والإيران كانت تدعو إلى التطبيع بينهم بين دول الخليج كلها إيران والعرب وهذا كان ملف روسي في كل لقاعات مع دول الخليجية وإيران نحن كنا باستمرار ندفع نحن ودعنا أقيدة لأمن في الخليج مبنية على ضرورة تدابير الثقة والتطبيع بين إيران والدول العربية الخليجية هذا نجح باختصار سعادة السفير يعني إيران حليفكم وعلاقاتكم مع إيران واصلة إلى مستوى أن يكون حليف لكن حليفكم الآن يعني يتعرض إلى تهديد وجود هذه الأساطيل تصريحات الأمريكية المتكررة هل تتركون حليفكم أو ما هي خياراتكم باتجاه هذا التصعيد باتجاه إيران يعني أولا إذا نحكي عن حليف فعلا إدنا علاقات متميزة مع إيران وإيران حليفنا وصديقنا الغالي وبالمناسبة هذه الحالة لم تبدأ الآن هذه من زمان موقفنا تجاه إيران دائما كان موقف إجابي ثانيا لا يوجد إدنا بمنطقة بهذه المنطقة أي دولة اللي هي الدولة غير صديقة لنا وفي الظرف الحالي سيدي في الظرف مواجهة شديدة بين روسيا والغرب يعني وحتى حالة حرب بين روسيا والغرب الحرب اللي يشنغ الغرب ضدنا بكل الوسائل يعني مصطلح دولة صديقة هو قريب من دولة حليفة لأنه إذا صارت مواجهة بهيش الشكل بهيش المستوى والنطاق بيننا وبين الدول الغربية بين قطب غربي فأي دولة اللي يضغى جرعة لاستمرار في علاقات ودية مع روسيا هذا يعني أنهم يدعموننا بالطريقة وبأخرى وبهذا سدد عندنا كل المنطقة حلفاء حتى تلك الدول التي تستضيف قواعد أمريكية هي دول صديقة لها تمام أنا تقريبا يعني ما بقى وقتها إذا لا سمح الله إن دلعت نوء من حرب في المنطقة فروسيا راح تكون لها موقف وموقف راح يكون كوي بس تحديد هذا الموقف مسؤولية الرئيس بوتين تعرف ساعة السفير العراقيين ماذا يطلقون على الرئيس بوتين أبو علي بوتين أبو علي بوتين زي السوريون أبو علي بوتين هذا اللقب انطلق من العراق بس شنو معنى أبو علي بوتين المقصود لإمام علي رضي الله عنه زين هو يعرف الرئيس بوتين إنه يسمو أبو علي يناف تبا يعرف وكيف يستقبل أبو علي هذا اللقب بإيجابية بإيجابية تبا البوتين رجل منفتح وكثير إيجابي ويمزح بالمناسبة هو مسيحي أرثودوكسي لكن يحترم الإسلام فبمبادرة منه في روسيا تم تجريم أي إساءة لأي دين سماوي وغير سماوي كذلك فلذلك عندما واجغوا كل الآلم مشكلة حرق القرآن في السويد وما كان حدا يستطيع معالجة القضية عندنا في روسيا كل حيوان اللي حاول إساءة بالقرآن تم اعتقاله وتسجينه حيوان أنا مسلم سني الحمد لله أنا أسمي الله أولا أحيوانا بس أنا شفتك تلطم أنت بمجلس عزاء وجفتك في زيارة لمرقد الإمام الحسين هاي تتمارسها من باب التضامن أو من باب العقيدة من باب العقيدة والتضامن يعني إذا نحكي عن النجف وكربلا هي مقدسات تبعا تعتبر مقدسات شيعية بس للسنة هذا كمان أماكن نحن نزورها بكل احترام ويعني ماكو داعي لتفسير لماذا يعني نحن كلنا مسلمون فنحترم الشخصيات المهمة في تاريخ الإسلام أنت مسلم أوروبي أما أخص بالحفلة اللطم ايه؟ فأنا كنت مدعول للحفلة من قبل سماحة السيد أمار الحكيم وحضرته وكذايف عملت كل ما عملوا أصحاب يعني شفناك تجيد اللطم بصراحة يعني تجيد اللطم متدرب على الموضوع لا أول مرة أول مرة أن نلتغل سعد السفير يعني كمسلم أوروبي اش تعرف عن الإمام الحسين حتى تروح لو الزورة نحن نعرف كل شيء يعني ليست القصة أنا أتحدث ليست عن القصة وإنما أتحدث عن شعور كيف تصف الإمام الحسين عليه السلام هو حفيد رسول الله صلى الله عليه وسلم واستشهد في القتال يعني قصته معروفة بروسيا فبنسبة لنا هو قبل أقول شيء حفيد الرسول فنحترمه أنا عندي أقاربي كثيرين أسمعهم حسن أو حسين هذه الأسمع بالمناسبة منتشرة في مناطق إسلامية روسية بما في ذلك في شمال القوقاس أنا ششاني الأصل عندي أكثر من حسن وحسين بين أقاربي وحتى بأنواع مختلفة لهذا الإسم يعني حسين سيد حسين وغيرهم شكرا سعد السفير أنا جدتي سمتني رحمه الله سمتني محمد صالح بس بالجواز أنا البروس يعني أنت الآن محمد محمد صالح أبو داود وأبو داود شكرا أبو داود شكرا سعد السفير على هذا الحوار الشيق ما حضرتك أنا كصحفي الآن أريد منك تنطيني وعد أنه في حال أنه إذا بقينا في حال أنه طلعت من هذه الوظيفة أريد أسمع أسرارها إن شاء الله بشكرا سعد السفير على هذا الحوار وأشكركم مشاهديني الكرام في عمال الله اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة